اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين مساء الفل عليكم النهاردة جابين توقع لمشيل حايق قالوا في بداية السنة وتحقق هذا التوقع بشكل غريب جدا ومثير للجدل كل ده هنعرفه من خلال فيديو النهاردة ولكن يا ريت الناس الجديدة معنا تشرفنا بالاشتراك وتفعيل الجرس عشان توصلكم اشعارات اي فيديو جديد بينزل او خبر جديد طبعا ولو عجبكم يا جماعة المحتوى او الفيديو وما تبخلوش علينا باللايك والشار طيب النهاردة او من حوالي كم يوم تحديدا انتشر موضوع كبير جدا اتكلم عنه ميشيل حايق بشكل او باخر في توقعاته اللي قالها في ليت رأس السنة لعام 22 على قناة MTV اللبنانية وكان التوقع ده مع مجموعة تانية من التوقعات لجمهورية مصر العربية قال كده بالزبط علامات غريبة هنشوفها بالاهرام منها وحواليها يعني من الاهرامات نفسها وحواليها وفوقها واضواء واكسام وتحركات بتظهر وتختفي اندهش او بتدهش العلماء وتحير المشاهدين بتدهش العلماء وتحير المشاهدين ترى كان ينصد ايه ميشيل حايق بهذا التوقع وكيف تحقق خلال هذه الايام الحقيقة انتشر صور لمتابع السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي عن ابو الهول وهو مغمد عينه بالرغم ان المفروض لي صور تانية كتيرة جدا وفي ناس كتيرة راحت الاهرامات وشافوا ابو الهول ومفتح عينيه عادي تمثال عينيه مفتوحة لكن انتشرت صور على ان عينيه اغمضت وايه دي ظاهرة جديدة ان ابو الهول نام وفي ناس كتيرة جدا قالت ان ده معناه ان في مشكلة او في كرسى كبرى او انذار عن مصيبة هتيجي لمصر او للدول العربية او للعالم عمتا والموضوع حتى انتشر مش بس في الدول العربية او في المحيط اللي حوالينا لا الموضوع كمان وصل لبرا للدول الاوروبية والاسيوية والامريكية وكل العالم كان مهتم بموضوع او ظاهرة اغماض عينين ابو الهول فيه ناس طبعا منصدق الموضوع وفيه ناس تانية بتقول الموضوع في توشوب والغاية دلوقتي محدش عارف الموضوع صح ولا غلق ولكن من خلال بحثنا على مواقع الاخبارية يعني مثلا خبر نازع على موقع اليوم السابع بيتكلم جايبين بقى خبير في علم المصريات ومدير متحف اثار مكتبة الاسكندرية والمدير السابق لمنطقة اثار الهرم اسمه الدكتور حسين عبد البصير رد بقى على الصور اللي انتشرت دي وقال ان الكلام ده يا جماعة ازاي يعني هيحصل ازاي تمثال تمثال هيفتح او يغمد عينه اصلا وقال الكلام ده مش صح على الاطلاق ولم يحدث ان اغلق ابو الهول عينيه وهذا كله ممكن فوتوشوب وما فيش حاجة زي كده على الاطلاق ابو الهول مش غمد عينه ولا حاجة الكلام ده اكيد مزاح غير مقبول عن رمز الحضارة المصري القديمة تمثال ابو الهول واوضح الدكتور حسين عبد البصير من المعروف ان تمثال ابو الهول تم نحته في عهد الملك خفرع في الاسرة الرابعة في عصر الدولة القديمة عصر بنات الاهرام كي يكون رمز مصر الخالد عبر العصور ومن جانبه قال الباحث علي ابو تشيش هذه ليست الشائعة الاولى عن تمثال ابو الهول اللي بيرجع للملك خفرع مؤسس الهرم التاني فعلى مدار الزمن زل تمثال ابو الهول يحيط السحر والغموض لانه من ايقونات الحضارة المصرية وفي ناس تانية بتقول ان اللي حصل ده او ان الصور ده ليه دعوة ب زاوية معينة من التصوير مش ممكن كمان فوتوشوب زاوية معينة من التصوير من خلال قدم التمثال نفسه ممكن تختفي بعض ملامح اجزاء من العين فتبان كأنه مغمض وده بان في ان اكتر من حد كان منزل الصورة ومش نفس الصورة صور اخرى كتير يعني الاكتر من شخص راحل المكان وصور وكلهم نزله مع بعض فده لو واحد لعب التاني مش هيلعب التالت طب لعب والرابع مش هيلعب كده الموضوع انتشر بشكل كبير من اكتر من مصدر من اكتر من شخص على ظاهرة نوم ابو الهول فيه ناس بتقول الموضوع حقيقي وفيه ناس تانية بتقول يا جماعة اتقل لا ازاي تمثال هيفتح ولا يغمض عينه وفيه ناس تانية بتقول ان ده عبارة عن قدم التمثال فعينه وعملك يعني بغير النظر عنده كله تحقق فعلا توقعه لان الموضوع عمل تحير للمشاهدين وبدأ الموضوع يوصل للعالم كله وفعلا ده تعتبر من العلامات الغريبة يعني هو توقع وتحقق بالفعل لما قال ان علامات غريبة رح نشوفها بالاهرام منها وحواليها وفوقها وأدواء وأجسام وتحركات بتظهر وتختفي زي حركة العين انها مقفولة بتبقى موجودة وبتختفي وبتجهش العلماء وتحير المشاهدين هل فعلا لو الكلام ده فعلا حقيقي معناه ان في حاجة هتحصل للأيام اللي جاية وخصوصا مع وجود الحرب بالروسية الأوكرانية والغلاء والمشاكل اللي ما بين الدول وبين روسيا وأمريكا وحتى تأثيرهم علينا احنا كدول عربية او في العالم كله يا ترى ايه اللي ممكن يحصل الله أعلم بالمرة طالما احنا في جمهورية مصر العربية وفي التوقعات لازم نقول برضو كان قايل كمان ايه على مصر ميشيل حايل كان قايل ان فيه هجمة واقبال على العكار المصري من الداخل والخارج وقال كمان بين مصر والإخوان عشرة عمر وهجماتهم أعلى وأشرص وقالكوا شايفين اللي بيحصل في البلد الفترة اللي فاتت من حوارات طائفية بين هجمات إرهابية في سينة ما بين اللي حصل في تطبيق نبض وشائعات مغردة كل الحاجات دي من الواضح ان هجماتهم السينة دي كانت صعبة شواء الهدف هدفين الأزهر وشيخه ونجحات الأخوين أديب وعمر وعماء الأديب وعمر وعماد بمرصاد العيون الفارغة وفي طريقه للنجوم صدمة موجعة للكرة المصرية وطبعا كلنا زعين لما طلعنا من كاس العالم وكمان ما فوزناش بكاس أفريقيا أو كاس أمم الأفريقية وما يشبه الثورة والانقلاب بالمياه المصرية في مشكلة في موضوع أكيد ملف المياه بتستعيد شرم الشيخ عزها وبتتغلب على كل محاولات الكره وإخماد وهجم محمد رمضان من سرعة لسرعة ومن جنون لجنون راح يطل من فوق القانون رغم الخطر والممنوع أفق مشحون أمام محمد صلاح وأديكم شفت اللي حصل لمحمد صلاح مبارح هم كذبوا بس فينا تقولون تصاب كمان الرئيس السيسي هيبقى خاطف للأنظار وحاصد أعلى نتيجة بين الرؤساء الإرهاب في مصر مش هيلح يخرج من الباب يرجع يدخل من الشباك بيوم محكمة مصرية وقادمة راح يكونوا بأمان الفن المصري بقديمه وجديده على عرش التتويج والتكريم والعالمية وأيضا حزن مصري على امتداد النيل محمد صلاح وجمهوره بفقدوا صوابهم وبتنقل بمقاييس اللعبة الفترة ومخططات لكسر محمد صلاح بتفشل وبيبقى هو البطل كل ده حقيقة حصل خلال أهم اللي فاتت الامتابع الكرة والامتابع اللي بيحصل لمحمد صلاح طبعا نتمنى له كل الخير طبعا حاجة تشرف ان العيب كرة يوصل للأندية دي ويكون يتقارن مع اللعيبة الكبار زي كريستيانو زي ميسي زي نمار وغيرهم من اللعيبة ومبابي والناس دي كلها فدي حاجة كويسة جدا وحاجة تشرفنا اكتبوا لي بقى رأيكم تحت في التعليقات انتم مصدقين في موضوع الظاهرة دي ان ابو الهول فعلا غمد عينه معناها ان في مشاكل كبيرة هتحصل حوالينا ولا لأ ولا الموضوع فوتوشوب ولا الموضوع فعلا زاوي التصوير ومع قدم التمثال فبين حاجة غير الواقع او غير الحقيقة اكتبوا لي كل التعليقات دي تحت انتم مصدقين ايه وياريت لو حد من اللي سمعنا شاف ابو الهول او كان في زيارة الاهرامات يقول لنا وفيه ناس بتقول ان الخبر ده جاي في مصلحتنا يعني برغم ان هو عام شوشرة كبيرة انه في مصلحة مصر اللي ممكن فيه ناس تروح دلوقتي عشان عايزة تشوف ابو الهول هو نايم ولا صاحي فده برضو ممكن حاجة بتزود برضو شوية السياحة خصوصا لمنطقة الاهرامات ومنطقة ابو الهول شكرا لحضراتكم اتمنى الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وياريت اعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس اشوفكم بخير في فيديو جديد على قناة مساء الاخبر